إذن اتكلمنا في الدرس السابق عن عملية كتابة الملف وكتبنا هذه الوظيفة اللي هي write file number 1 وكانت ببساطة ان احنا نعمل قتعة للفايل name والextension والفايل file as a byte طبعا خلال المصفوفة اللي احنا عرفناها في المتغيرات اللي احنا عرفناها ثم مع ذلك قمنا بانشاء path ومررنا هذا الكلام الى وظيفة ايش يسمونها write all bytes اللي هي موجودة عندنا في ال namespace file او في الفايل اللي هو منطوي ضمن ال input output namespace طبعا هذه العملية يمكن انه تقول هل يمكن انه تستغرق وقت اكبر نعم يمكن ان تستغرق وقت اكبر وطبعا هذا يحتمد على ال time out الخاص في الاتصال بنسبة قاعدة البيانات احنا باعتبار ما سمحنا انه اكثر من 5 ميجا بايت يمكن انه تحدث عندك هذه العملية بالسلاسة فيما ذا كانت عندك اجهزة الاتصال جيدة ذا نتكلم عن الاتصال في السيرفر طبعا فطبعا الان خلينا نبدأ نكمل هذه الامور فاذا اقوم باخذ هذه copy ونزلها paste واقوم فقط بعادة التسمية هنا اثنين فقط يعني اغير من واحد الى اثنين طبعا احنا لماذا يعني للسهولة بالدرجة الرئيسية هذا الكلام اوكي وبعد ذلك عندي ثلاثة اذا هذا راح تكون عندك ثلاثة فقط اقوم بالتغيير هنا الى number 3 اوكي اوكي وهنا number 3 جيد وبعد ذلك ايضا نفس الكلام راح يكون عندك راح يكون هنا عندك number 4 الملف الرابع اوكي ثم على ذلك عندك الملف الخامس اوكي طبعا من الضروري انه انت ما تقوم بتعريف متغير الفايل نيم والفايل اكستنشن والفايل فايل والباث تقوم بتعريفها الوكال هنا داخل الوظيفة لماذا راح تبدي تكررها في كل وظيفة كل عملية استدعاء راح تقوم بعملية انشاء فبلاشن تقوم بتعريفها راح يبدي يستغل عندك من الرام اوكي فاقوم بتعريفها بالجزء العلوي يعني as the public وعيد كتابتها في اي وظيفة اخرى فالان طبعا احنا عملنا هذا الكلام باستخدام هذا الوظيفة باستخدام هذا الاجراء اخذ كابي مثل ما هو موجود بالضبط وانزله في ال event فتح الملف رقم 2 انزله مثل ما هو موجود لكن بدل انه استدعي طبعا تتأكد انه هذي راح فقط يعني as anicronus as anicronus راح يكون عندك file number 2 هنا عندك file number 2 وانت تشيك على file number 2 بهذه البساطة اوكي اوكي اذا هنا عندك الثالث اتأكد انه هذي as anicronus هنا عندك file number 3 اوكي ثم على ذلك على الوظيفة الثالثة اوكي اوكي وهنا الرابع والfile name 4 على 4 هنا جيد ثم على ذلك الخامس اوكي اذا هنا as anicronus file name number 5 احنا في الاساس هذا يب 5 يب 5 ثم على ذلك 5 جيد الاحاطق لان مثل ما قلنا يمكن انه انت تبدي تستدعي او تعمل وظيفة للاجراء الخاص في ايش الخاص في تحديد في ماذا كانت الملفات موجودة او لا اليهو ببساطة راح يكون فقط ان تاخذ الفالي الموجودة عندك تبدو تشيك علي خلينو بدي نعمل start ونعمل فحص على هذا الكلام اللي احنا عملناه سابقا في ماذا كان يؤدي وظيفته بالشكل الصحيح او لا اوكي اذا نتجونا على الارشيف نتجونا على المخازن هنا عدنا ثلاث ملفات نقل لنا عرض الملفات طبعا لو تضغط على خمسة راح يقلك لا يوجد ملف وعلى أربعة لا يوجد ملف باعتبارا ما موجودة اصلا في الاساس اذا طبعا ما تقدر انه تنزل بهذا الشكل باعتبار انه راح يبدأ يحتفظ عندك في هذا يعني يكون دامع عندك توب لكن اللي اسفل من عنده طبعا راح يبدأ يختفي ومن المفروض انه احنا ايضا نخليه توب باعتبار ما عرضينه في التاسك بار الجزء اللي ما اتعرضه في التاسك بار المفروض انه هو ايضا يكون عندك توب اذا ابدأ افتح الملف الاول هذا هو الملف الاول انفتح عندي ما في اي عدي اي مشاكل نفتح الملف الثاني ونفتح الملف الثالث مثل ما تلاحظها الملف بنفس الاسم اللي موجود عندنا طبعا الآن إذا ردت إنه تشوف الملفات اضغط على عرض المجلد رح يبدأ يعرض لك المجلد أين هو المجلد؟ هذا هو المجلد إذا يقل لنا this folder is empty في الأساس أوكي خلينا نرجع على الديباك يب أوكي كان مفروض إنه تكون عندنا ملفات طبعا حتى تبدي تحفظ الملف وبساطة يمكن إنه تستفاد من خاصية الحفظ للملف المعني يعني مثل لو كان عندك ملف صور رح تشوف بأي برنامج فتح الصور في حفظ باسم بالدرجة الرئيسية يمكن تقوم بحفظه باسم يعني هناك click camera وتعمل save as ali أوكي إذا كان عندك pdf يمكن أيضا إنه تقوم بحفظ باسم إذا الآن خلينا نبدأ نرجع أوكي خلينا نبدأ نرجع على خلينا نبدأ نرجع على الاركايف ضمن البرزنتيشن قلنا هذا هو وذهب هنا على البرابرتيز وأقوم بتغيير خاصية topmost إلى true أوكي يعني هذا تحتاجه باعتباره ما رح يبدأ يظهر عندك في شريط المحام تحتاجه فقط يكون عندك في الجزء العلوي إذا الآن كانت عندنا مشكلة إنه ما عاد كتابة الملفات في المجلد اللي إحنا ريدي نكتب فيه الملفات طبعا خلينا نراجع الكود ونشوف فيش المشكلة في الوظيفة إحنا حددنا هذا المسار باحتبار أنه هذا folders في الأساس خنشوف أنه وين حفظ الملفات يعني أكيد حفظ الملفات خلينا بدي نفتح solution or folder قم بفتح bin debug المفروض أنه يحفظنا الملفات داخل files هنا لكن في الأساس المفروض أنه تلقي هنا حافظين إذا كانت مشكلة مثل ما تلاحظ هذه هي ملفاتنا حافظين عليك في المسار بشكل مباشر خلينا عمل عليه delete وابدي أرجع على الوظيفة لاحظ هنا .files ولكن حتى أبدي أدخل الملفات داخل هذا المجلد إذا لازم أعطي dash أوكي طبعا هذا الكلام ما تنسى أنه أتكرر على الوظائف الخمسة اللي تتعامل مع الملفات بالدرجة الرئيسية أوكي إذا راح تبدأ تقول له ادخل داخل إيش ادخل داخل أوكي تدخل داخل المجلد فأعدي file 1 file 2 file 3 وما تنسى file 5 أين هو file 5 هذا file 5 إذن أبدي بوضع بهذا الشكل أوكي خلينا نبدأ نعمل start ونبدأ نحفظ ملف حد ما يكون بحدود ثلاثة ميجا بايت حتى تشوف عملية كتابة الملف كيف راح تكون عندي بالدرجة الرئيسية أوكي إذا ندخل هنا على المخازن قم بعرض هذه الملفات مثل ما تلاحظ كل الملفات موجودة عندي بالدرجة رئيسية إذن أبدأ أفتح الملف الأول طبعا هذا هو الملف الأول مثل ما تلاحظه جيد قم بفتح الملف الثاني هذا هو الملف الثاني خلينا أعرض المجلد وهذا هو المجلد تم حفظ بكل الملفين لكن مثل ما تلاحظ الملف الصورة اللي هو طبعا PNG حفظه إليك بنفس الصيغة الخاصة فيه اللي هي كانت عندك PNG جيد الآن خلينا نقوم بإضافة ملف يكون حجمه كبير يعني مثلا نقول عندك ملف حجم أكبر ملف حجم ثلاثة ميجا على سبيل المثال قم باختيار ملف يكون بهذا الحجم مثل ما تلاحظ الآن هذا الملف عندي حجمه تقريبا بالأربعة 5 بيجا بايت تقريبا يعني هو أقل من 5 بيجا بايت أوكي فنقل هنا Open تم اختيارا نقل هنا إضافة مثل ما تلاحظ إضافة إليك طبعا حجمه تقريبا 4.8 ميجا فجيد الآن نعرض الملفات عندنا ملف واحد فقط مثل ما تلاحظه اللي هو ملف PDF فنقل هنا فتح مثل ما تلاحظ لا راح يبدي فتحك باعتبار أنه السيرفر طبعا عندي محلي فما راح يبدي يستغرق وقت في عملية الفتح ولكن إذا كان عندك السيرفر يعني Network فراح يبدي يستغرق وقت خلال هذه العملية بطبيعة الحال مثل ما قلنا هذا الملف راح تتم عملية حفظه عندك في المجلد هذا اللي هو عرض المجلد طبعا هذا المجلد المفروض أنه نحن أيضا نبدي نتيحه في في الصفحة الرئيسية ونبدي نتيحه هنا أيضا بشكل مباشر شكرا شكرا